وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة والأجارة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ليه صالحي وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصلواته الله والسلام علي وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أم ما بعد فصورة عبس هكذا سميت في المصوحة في الكتب التفسير وسمعها كذلك البخائي في الصحيحة والتضرير في تفسيره وجمعيه مفسرين على تسمية هذه الصورة بصورة عبس وتسميتها بذلك لورود هذه اللفظة في أوائل الصورة قال جلو على عبس وتولى والصورة مكية بالاتفاق يعني ليس هناك اختلاف بين المفسرين بأن هذه الصورة صورة مكية موضوعها وموضوع القرآن المكي وهنا يعني اهتمت الصورة هنا أيضا بتقريب البعث والجزاء والنشوء لكن بمنحة آخر يعني في صورة النبأ أخبر الله عز وجل بعده بوقوع القيام عما تسألون عن النبأ العظيم الذي ينفيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وفي النازعات أقسم الله عز وجل لهم على حصول ذلك لتكتمل الحقيقة عندهم فقال جل وعلا في النازعات قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يصره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشعه كلا لما يقضي ما أمره ففصل له تفصيلا لم يرد في نشأته لم يرد لا في النازعات ولا في عما تسألون وفي هذا التفصيل إخماته كيف قلبه الله عز وجل وخلقه من نطف جامدة خلقهم من نطف جامدة فسواهم بشرا سويا هذا دليل أن أبحث الجزاء والمشور وكذلك فصل الله عز وجل كذلك في الطعام الذي يطعامه الإنسان هذا الطعام له مراحل ومن هذه المراحل تسددون بها على البعث والجزاء والنشوء فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فعنبتنا فيها حب وعنبا وقضب وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم استدلونا بأذائكم كما ذكر الله جل على ذلك في سورة الحج على النحو الذي فصلنا يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من طراب ثم من نطفة ثم من علق إلى آخر الآيات وطرى الأرض همدة فإذا أنزلنا عليها الماء هجزت وهبت وأنبتت من كل زوج مهيج أيضا اهتمت السورة أيضا ببيان بتصنيف الناس يوم القيامة لكن بإشارات وجيزة كما هو الحل في النازعات يعني في سورة النبأ فصل الله جل وعلا في مآل السعداء وفي مآل الأشقياء نعم وأشار الله جل وعلا في النازعات إلى ذلك أيضا إشارات فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف المقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كذلك أيضا هنا فإذا جاءت الصواخة كما قال في النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى على السفة أخرى للقيامة واسما آخر من أسماء القيامة فإذا جاءت الصواخة يوم فر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة وعلى وجوه المؤمنين المصدقين وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة ومستبشرة ووجوه يومئذ علي غبرة ترهاقها قطرة أولئك هم الكفرة والفجرة كفر الفجرة المكذبون للبعث والجزاء والنشوء إذن هو الموضوع إذن قضية واحدة لكنها لكنها تناولها الله جل وعلا من زوايا أخاة وصواته مفتتحة بفتحية عظيمة وبأسلوب تعجز عنه الكتاب أدوات الكتابة البشرية والسبب نزول هذه الصوة كما ذهب جمع من المفسئين أن النبي صلواته الله وسلامه عليه كان مجهولا بدعوة بعض من صنديد قرش كان يدعوهم ويذكرهم بالله هؤلاء الصنديد كبار قرش هؤلاء الناس كانوا عقبة كانوا عقبة كأود كانوا عقبة كأودا في أمم الدعوة سواء في الداخل والخارج في الداخل بالقوة والبطش وبما لهم من سطوة ومن نفوذ على الناس وفي الخارج لأن الخارج إذا رأوا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يجابهونه ويعادونه ولا يطيعونه في دعواته ولا يجيبونه في دعوته صدهم ذلك صدهم عن الإيمان به نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بدعوة هؤلاء لأن إذا أسلم هؤلاء هؤلاء لهم سطوة ولهم نفوذ وكانوا عقبة وكما ذكرت لكم عقبة كأود فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لدعواته ومن إخلاصه للرسالة والنبوة التي بعثه الله عز وجل بها فكان يعني مهتما جدا بهؤلاء ويكلمهم وهو يكلمهم ويدعوهم جاء الأعمى وهو ابن أم مكتوم رضي الله فتعال عنه عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله فتعال عنه جاء هو أعمى فجاء يقوده واحد أن هذا الذي يقود يبسر وابن أم مكتوم لا يبسر وهو قادم لأنه عبد الله ابن أم مكتوم قد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وليسأله وجاء مسلما مؤمنا فلما الله أم مكتوم فأشار إليه أشار إلى قائده بأن ينتظر بعض الشئة ابن أم مكتوم ينطلق لا يرى يعني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فتعرف الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مجغولا بهؤلاء المجرمين اللي هم يعني يعني يترتب على على تفتيت سخراتهم هذه أن يكون هناك تساعد الدعوة وانتشع له فلما جاءت الكراهة فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم واهتم بما هو عليه نزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم مع كتابا شديدا لكن الأسلوب الذي عطل الله عز وجد به النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسلوب كما يقول أهل العلم وكما ستبين أسلوب يعني تعجز عنه أدوات الكتابة البشرية لأن الكتابة لها الكتابة البشرية لها قيود ولها أدوات كما يقول العلماء ولا تستطيع منها تبين الانفعالات أو الإحاءات التي تكون في النفس لكن الله جل وعلا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا لم يعاتبه مثله في صورة الله حتى إن الله جل وعلا واجه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لن يواجه بها في صورة من القرآن ويقوله تعالى فعبس وتولى أن جاءه الأعمى ومن يديك نعا له يزك أو يزكه فتنفع الزك أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزك وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا هذه الكلمة لم يخاطب الله جل وعلا بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه في صورة الأخر كلا التي تدل على الزجر والغطح لا أمر شديد كلا إنها تغفر فقط ما على الأسود إلا إلا البلاء يعني لا تحفل بهؤلاء كثيرا ولا تهتم بهم كثيرا ليس عليك هدهم ولكن الله يهدي من يشاء ما على الوصول إلا البلاء كلا إن أنا تفكر فإذن المسألة هنا كانت شديدة جدا لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا لو كان يعني كما قال العلماء لو كان أنه يسلم حشاه وكلب يعني يعني ترك تبليغ شيء من القرآن ترك تبليغ ذلك هذا الحتاب الشديد الذي عطبه الله عز وجل فيه وفي هذه الكريمة كلا يعني لا تفعل إذن هذه قصة نزول هذه السلوب لكن الأسلوب الذي استعمله الله جل وعلا أسلوب عظيم أولا حين خطب الله علىها حين عتب الله النبي وسلواته الله وسلم فقال عبس وتولى والعبوس هو ماذا بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنا جاءه الأعمى العبوس هو انقباض الوجه انقباض أسامير الوجه على جهة الكراها فرجل عبس يعني وجهه مقبض لأنه يكره ما يرى فهنا هذا حالة النبي السلام لكن الله جل وعلا لم يذكر لم يواجه النبي السلام بأسلوب الخطاب وإنما ذكره بأسلوب غائب لأن الله جل وعلا لا يرضى أن يواجه خليله صلواته الله وسلم عليه بذلك فرجاء الخطاب على صورة الغائب حتى لا يواجهه بذلك فقال عبس وتولى المقصود هو لم يقل له عبست وتوليت لا لا لأن الله جل وعلا أن النبي السلام أكرم على الله جل وعلا من أن يعاتبه بهذه الصيقة الخطابة التي فيها شدة عن النبي السلام فقال عبس وتولى بصيقة الغائب عبس أن النبي السلام هذا وصف الحال وتولى أعرض عنه تولى بمعنى الإعراض عبس وتولى أن جاءه الأعمى أي المعنى لأن جاءه الأعمى كما قال جل وعلا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك معنى ماذا لأن أتاه الله الملك بالسبب أن الله جل وعلا وكذلك هنا هذا العبوس بالسبب ماذا لأنه جاءه الأعمى والأعمى هو هو هنا ابنه مكتوم رضي الله عنه ولم يشع الله جل وعلا أن يذكر يعني اسمه أنما ذكره بصفته أنه كان كفيفا لا يفصل أن جاءه الأعمى يعني عبس وتولى لأن جاءه الأعمى فأول الخطاب كان بأسلوب الغائب وبعد ذلك اتجه إلى الخطاب اتجه إلى من الغائب إلى المخاطبة يدل على أنه المقصود في نوع من التأنيم لكن برطف وما يدريك لعله يزك وما يدريك لعله يزك يزك أي يتطهر حين جاءك مؤمنا يسألك عن الدين وما يدريك أن في إجابتك لو هتكون هذه الإجابة هتكون سببا لطهارة نفسه وما يدريك أن يكون هذا الرجل منارة في الأرض يتلقى نور السماء الوحي المنزل وما يدريك لعله يزك أو يتذكر فتنفعه الزكرة أو يتذكر بما تقول له فتنفعه الزكرة لأن الزكرة تنفع وذكر فإن الزكرة تنفع المؤمنين سيتجنبها الأشقى سيتذكر من يخش وتجنبها أشقى لذا قال أو يتذكر فتنفعه الزكرة أما من استغنى ومقصود هؤلاء من من استغنى عنك بجاه وسلطان وقوة وبطش واستغنى عن الإيمان بالله عز وجل بما هو فيه من نعم الله عز وجل كما قال جل وعلا كلا إن إنسان لا يطرأ أرآه استغنى إن إلى فذكره بالمآل والمصير إن إلى ربك ورجعه قال أما من استغنى استغنى عنك استغنى عن دعوتك واستغنى عن إله وخالق ومولاء بجاهه وماله وسلطانه ونفوذه فأنت له تصدى فأنت لو تصدى تنشغل به وتحاول أن ترد عم أو عليه وهذا ليس لك تحويل القلب من الكفر الإيمان ليس لأحد إلا لله عز وجل إنك لا تهدي من أحبابت ولكن الله يهدي من يشاء فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وليست وظيفتك أن تحول الناس من الإيمان إلى الكفر أبدا لا تستطيع فقط تبلغ ما على الرسول إلا البلاغ وذكر فإنما أنت مزكى لست عليهم بمصيفة كذلك يقول وما عليك ألا يزكى يعني أي شيء أي تبع عليك في أن هذا الرجل لم يتطهد مما هو فيهم من الكفر والدنس والنجاسة التي هم عليها نجاسة الشرك والكفر بالله وما عليك ألا يزكى ليس عليك شيء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وأما من جاءك يسعى وهذا هو ابن أم مكتوب هو الذي جاءك طالبا للحق وطالبا للهدى والغشاد وأما من جاءك يسعى يسعى من حبه للخير فجاء في 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 لأفة وفي شوق لسماع الوحي المنزل من السماء وهو يخشى حال كوني يخشى الله سبحانه وتعالى جملة هنا جملة حالية أما هو المبتدأ والخبر والخبر جملة فعلية الجملة دي هذه الجملة في محل نصب على الحال وهو يخشى فأنت عنه تله الله أكبر فأنت عنه تله مع عين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل كان مهتمم بدعوة هؤلاء لكن الله جل الله قال له فأنت عنه تله لأنه ليس لك ليس لك أن تطرق هذا الذي جاءك يسعى وطالبا للحق وتقبل على هؤلاء الصناديد المجرمين الذين يعني حاربوا الله جل وعلا وصدوا عن سبيل الله جل فسمى الله جل على انشغل بهم التهاء فأنت عنه تله وهذا حتاب شديد والذي جاءت الكلمة كلا يعني لا تفعل هذا لا تكرر هذا ولم يخاطب ولم يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه أو صلوات بهذه الكلمة إلا في هذا الموضع كلا إنها تشجع قضية دي قضية عظيمة جدا قضية اعتدال الموازين ففي دنيا الناس يحدث خلل في منظومة القيم فالناس فقالب من ترى عينك يزنون الناس يزنون الناس بما هم عليه من الجاه والسلطان والقوة والنفوذ والمال فخرج على قومه في زينته وهو رجل كافر فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم هذه هي القيم الفاسدة هذا هو الاختلال في منظومة القيم أن يزن الناس بالدرهم والدنار وبما لهم من جاه ومن نفوذ لكن هذه حال أغلب أهل الأرض وأغلب أهل الأرض هم أهل زوائر ليسوا أهل حقائق وبصائر لذلك قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر فخصفنا به وبداره كان آية عظيمة جعل الله عز وجل في قارون آية من آياته التي سطرها في كتابه فإذن هنا منظومة القيم هنا فيه اختلال فالناس لا يرتفعون في الدنيا بما هم عليه من الجاه والسلطان إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو الميزان الصحيح الذي يجب أن يوزن الناس به إن أكرمكم عند الله أتقاكم حتى ولو لم يكن لهم من متاعد إلا القليل فهو أكرم وعلى الله عز وجل من ملايين من البشر ليسوا على ذلك فهذا هو الميزان ولذلك جاء مقدمة هذه الصورة لتضبط هذه الموازين ليس فقط للنبي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذه الموازين طبعا حشاه وكل لكن الله أراد أن يكون هذا الدرس تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليما للأمة جمعا وهنا فهم النبي صلى الله عليه وسلم والدرس جيد ولذلك ابن أم مكتوم كان النبي عليه وسلم شوف عتب الله جل على النبي سلم في ابن أم مكتوم كان النبي سلم يبالغ في الحفاوة به وفي إكرامه حتى إنه استخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزوهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس وهو الذي قال إن بلا لن يؤزن بليل فكل وشربه حتى يؤزن ابنهم ثم ولاه أيضا أزهم طيب وإرساء لهذه المنظومة منظومة القيم منظومة الإيمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم النبي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس شيء من الكلام في سلمان لأنه فارسي قال إيه سلمان من أهل البيت وقال والحديث في الصحيح لو كان الإيمان في الصغية لتناوله رجال من فارس ولنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على سلمان رضي الله عنه زينم بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه قراشية النسيبة قراشية النسيبة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج مولاه زيد بن حرف طبعا مسائل الزواج والمصارى مسائل حسسة جدا كانت عند العرب من أدق المسائل قراشية النسيبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأمر أن تنكح زيدة بن حرف زيدة بأن التي التي ذكره الله جل وعلا في القرآن وهي طبعا قراشية نسيبة زوج مولى مولى من مولى النبي صلى الله لكنها لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من صحب ذلك تزوجته أسامة بن زيد ابنه أو قبل أن نخرج إلى أسامة في غزوة مؤترتة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من القادة زيدة أول واحد منه فيهم مين لا زيد ثم جعفة أبي طالب ثم عبد الله أول القادة الثلاثة زيد قبلهم والثلاثة يستشهدوا في هذه الغزوة وقل النبي صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفة ومن قتل جعفة فعبد الله بن راحة رضي الله فقدم النبي صلى الله عليه وسلم على جعفة بن أبي طالب القراشي النسيب ابن عمه صلى الله عليه وسلم عليه نعم أسامة بن زيد ابن أسامة أسامة بن زيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ بعث أسامة وأمروا أن يخرج الجيش أسامة وأمر أسامة رضي الله عنه على جيش فيه كبار المهاجرين والأنصار حتى فين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقائد الجيش أسامة رضي الله عنه أسامة بن زيد عمار رضي الله عنه عمار بن ياسم أصره الفقيرة التي كان يدرب بها المثل وأنه سنكون صبر ألاسف فإن موعدكم الجنة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاء عمار يعني جاء الطيب المطيب ويقول ملئ عمار إيمانا إلى مشاشته والمشاشة هي رؤوس العظام من المنكبين والعكبتين والمفاصل يعني ملئ عمار إيمانا إلى مشاشته كل دي أبو ذر لما عير بلالا أبو ذر قرشي النسيب لما عير بلالا لسواده قال يا أبو ذر انتفها الصرح ليس لابن ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل وفي رواية الصحيحة لما قال له ابن السوداء قال أعيرته بأمي إنك مرء فيك جاهلية المعاني دي كلها لإرساء لإرساء منظومة القيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ميزان الناس بميزان القيم ولذلك لاختلال هذه الموازين في الدنيا حين تأتي الساعة تحتدل هذه الموازين إذا وقعت الواقعة ليس الواقعتها كاذبة خافضة رفعة هنا ستحتدل الموازين ستخفض من كان مستحقا للخفض حتى لو كان من أعلى الناس في الدنيا وترفع من كان مستحقا للرافع حتى لو كان من أضعف الناس في الدنيا كلا إنها تشكرها إذا انتهي لحنا هذا الميزان يجب أن يوزن به الناس طبعا كما ذكرت لكم أغلب أهل الأرض أهل أهل زواهم ولا يرون من ناس إلا بالجاه والسلطان والمال لكن بضاعة الأخيرة بضاعة كاسدا عند أغلب أهل الأرض كلا إنها تشكرها فقط ليس عليك قيدكم إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فمن شاء ذكره هنا فيها مسألة فمن شاء ذكره هنا في اختياره ومشيئة كما قال جلو وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الرجل ليس هناك إكراه على الناس أن يعتنقوا هذا الدين لا يعني هم لا يشبعون على ذلك لكن عليهم أحكام أخرى إذا أرادوا أن يتركوا على دينك إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال إذا أبيت الإسلام خليك على دينك لكن هتدفع الجزية لأن المسلمين سيدافعون عنك وسنتفع بمرافق الدولة التي أسسها المسلمين ففي مقابل ذلك تدفع مقابلاً وهذه الجزية إذا أبيت الإسلام وأبيت الجزية فليس إلا القتال كما في حديث بغيدة رضي الله عنه إذا لقيت عدوك من مشفين أدعوم إلى ثلاث قصاد فمن شاء ذكر ثم أثنى الله عز وجل على كتابه وعلى وحيه المنزل في صحف المكرمة هذا الوحي المنزل لكم هو في الملأ الأعلى في صحف المكرمة صحف عظيمة مرفوعة مطهرة مرفوعة في العلياء في الملأ الأعلى مطهرة عن الخلل وعن النقصان وعن كل نقص وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كما تقرؤون أنتم القرآن في الدنيا فالصحاء في القرآن والوحي المنزل تطلى في الملأ الأعلى بأيدي سفرة وصفرة جمع سافر ككتبه جمع كاتب وكفرة جمع كافر والمقصود بالسفرة هم الملائكة الذين يتولون السفرة بين الله عز وجل وبين أنبيائه ورسله بأيدي سفرة كرام بره كرام على الله عز وجل كما قال جلعا لا يمسوه إلا المطهر كرام بره جمع بره ككفرة جمع كافر كرام بره وهنا انتهى هنا أول مقدمة الصورة هنا ثناء على الوحي بأن هذا الوحي في السماء كما يعني حتى ولو كفر به من كفر من أهل الأرض إلا أن الله رفعه في السماء فهو في السماء بأيدي في أيدي في أيدي سفرة كرام بره يتلون كتاب الله جل ويبلغونه نعم ويعلمون قيمته ويعلمون عظمته إذن لا يحتاج الله عز وجل إلى أهل الأرض جميع نعم ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا لكن لم يشعر الله سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان النفس الأنت ومنه إلا بإذن الله ويجعله برجسة على الذين لا يعقلون لأن لم يشعر الله سبحانه وتعالى أن يكون لو شاء ربك تكون للناس تؤمن هل هو يتخلف أحد يتخلف أحد لكن الله جل لم يشعر ثم يتجه سياق الآيات إلى التعجيب من كفر هذا الإنسان من كفر الكافع وهو الفطرة التي بين جنبيه تنادي عليه بالإيمان والآيات التي أوضعها الله عز وجل في نفسه تنافي كذلك يعني تنافي ما هو عليه من الكفر ومن الجهود لذا قال جلالك قتل الإنسان ما أكفر هتعجيب هذا قتل الإنسان ما أكفر أي ما أشد كفر وما أشد جهود وقتل معنى معنى أن هذا الكافر أن كل كافر مستحق للقتل لأنه كفور بنعم الله جهود لها قتل الإنسان والإنسان مستعمل في كتاب الله جل وعلا هو الإنسان الكافر إن الإنسان لا في خصه وكان الإنسان كفور فاستعملات الإنسان في كتاب الله جل وعلا هو الإنسان الكافر لذا قال جلالك قتل الإنسان ما أكفر والعصه إن الإنسان لا في خصه إلا الذين أمنوا عنه الصالحات إذن غالب استعمال القرآن للإنسان هو الإنسان كافر إذا قال قتل الإنسان ما أكفره أي ما أشد كفره وما أشد جهوده من أي شيء خلقه فصل الله له في نشأته وتفصيلا لم يأتي لا في النازعات ولا في النبأ لأنه بهذا التفصيل سيستدل بهذا على حدوث البعث والجزاء والنشوء من أي شيء خلقه حتى يستكبر ويتمرد على الله عز وجل ويتجرأ على حرماته من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدها خلقه من نطفة جامدة لا حراق فيها ولا حياة فيها من نطفة خلقه فقدها وهذه النطفة الضعيفة تحتاج إلى تقدير الله جل وعلا وتدبير الله عز وجل لأن تدبير الله عز وجل نقلها من طور إلى طور يا أيها الناس كنتم فرق من المعسفين خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من من مضاط مخلقة مغي مخلقة لنبين لكم إذن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره قدره ودبره تقدير الله جل وعلا قدر له تدبيرا وتدبيرا فقلبهم من طور إلى طور ومن نطفة ومن تراب إلى نطفة إلى علقة إلى مضغط مخلقة مغي مخلقة ثم سواه ثم خلقه عظاما ثم كسل عظاما أحمن ثم نفقت فيه روح فسواه بشرا سويا إذن من نطفة كما قال جل وعلا من نطفة خلقه فقدره ألم نخلقكم من ماء مهين مهين حقيل زليل يخرج من قريب من مواضع البول ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار المكين إلى قدر المعلوم فقدرنا فنعم القادر على أي شيء تتجبره ولأي شيء تتجبره وهنا يقول من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم يسرنا له سبل الحياة وسبل الاهتداء كما قال جل وعلا إن هدينه السبيل إما إما شاكره وإما كفور بيّن له دعائمه والمنارات ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره وإذا انتهت رحلة الحياة جاء الموت وهو المصير الذي ينتهي الذي ينتظره كل حي ثم أماته فأقبره فأقبره أي جعله زقبر لم يتركه على وجه الأرض للجوارح والكواسر تنهش لحمة كم من الله جل وعلا سواء للمؤمن أو للكافر ثم أماته فأقبره إذا انتهت رحلة الحياة وهذه النعمة عظيمة أن شرع الله لهم إكراما فيكون أقبره يعني جعله زقبر يدفن فيه تكريما له ولم يتركه طعما للجوارح والكواسر على وجه الأرض ثم إذا شاء أن شرعه كما اتدأ خلقه ثم إذا شاء أن شرعه بعثه للبعث والجزاء والحساب وحين يبعثه الله جل وعلا كلا وكلا ودع المزجه لهذا الإنسان الكافر لما يقض ما أمر يا وحين بعثه الله عز وجل وحسبه على فرائده وعلى أواميه لم يقب بما افترضه الله عليه ولم يؤدي حق الله جل وعلا في عبوديتي وفي أولويتي ولم يأتم بما أمره الله عز وجل كلا وهذه الظلال كلها تحيي لك كلمة إيه كلا لما يقضي ما أمره لما ظل على هذا الكفة والجحود حتى لقي الله جل وعلا لأن لما تنفي الفعل إلى زمن التكلم لي لا تنفي فقط في الماضي يعني هو ظل على هذا الحال حتى بعثه الله عز وجل على هذا الحال كلا لما يقضي ما أمره حتى لقي الله جل وعلا ولم يقم بما افترضه الله عليه ولا بما أمره به وهذا مثال تستدلون به لكن ذكر به كثرة جحود الإنسان وكفره بربيه سبحانه وتعالي فلينظر الإنسان إلى طعامه هذا الإنسان الطعام الذي تأكله هذا الطعام هذا قصة قصة كبيرة جدا ومراحل أنت وانت تقول هو الطعام الذي في يدك هذا الطعام هذا من وراءه تقدير وتدبير ومراحل وتستدلون بهذا أيضا على البعث والجزاء والنشور فلينظر الإنسان إلى طعامه طعام الذي تأكلونه كما قال جل على أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزائعون لو نشأ لجع النوح طاما فظلتم تفكهون فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صببا أول الطعام هو الطعام الذي يعبر عنه ما تخرجوا لكم الأرض طيب أول مراحل الطعام هذا أن صببنا الماء صببا وهذا هو مطر النازل من الصف وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا أن صببنا الماء صبب ثم شققنا الأرض شق وبهذا الماء النازل من السماء شق الله عز وجل الصفة الأرض شقها بالماء وشقها بالحرص والنبات ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا في حبا من كل أنواع الحبوب التي تأكلون وليتأكلوا أنعامكم كذلك وعنبا وقضبة والعنب معروف والقضبة هو كل ما يؤكل غضا طريا أخضر مما يؤكل مرة بعد مرة كل ما يتأكل غضا طريا ناضرا فهذا هو هو القضب الذي يقطع مرة بعد مرة فيشمل كل أنواع النباتات الخضراء التي تأكلون وعنب النقضبة وزيتونا ونخلة والزيتون معروف والنخل معروف وحدائق غلبة وذكرنا بأن الحضائق لا تكون حضائق إلا كان هناك إيه أسواب لها وحدائق غلبة حضائق عظيمة ونباتات ملتفة بعضها على بعض لا تكتر ما بداخلها وفاكهة وأبا والفاكهة معروفة ما تتفكهون نبي من الصمار التي خلقه الله لكم هذه المراحل التي أبتها لكم والله والله عز وجل من الأرض والأب هو الغالب أنه هو متاع هو ما تأكله الدواب والأنعام لأن الله قال بعد ذلك متاعا لكم ولأنعامكم خلق الله عز وجل لكم كل هذه الأشياء لكم كي تتمتعون به متاء وتتبلغون به إلى حين وبهذه المراحل تستدلون بها على البعث والجزاء والنشو وطور الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت إن الذي يحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قتل بعد هذا التفصيل ليس إلا الوعيد الذي يروع نفوسها يروع هذه النفوس المجرمة الآثمة التي استمرت على التكذيف فإذا جاءت الصاقة والصاخة اسم من أسماء القيامة التي تخرق صماخ الأذن بشدة بقواريعها وشدة أصواتها التي لا عقل للبشر كما قال الجنة فإذا جاءت الطامة الكبرى لأنها تطم على كل هول وفزع هول هذا النوم وفزع هذا اليوم يطم على كل هول وفزع يعني يربو عليه ويزيد عليه فإذا جاءت الصاقة وهذا لفظ جرس عنيف هو اسم من أسماء القيامة لأنها تخرق صماخ الأذن بأصواتها وقواريعها وتماهد للمشهد الذي بعده وفي هذا اليوم متوسيق لهذا اليوم هذه بعض مشاهده ومن كان ينكرون يوم البعث والجزاء والنشاء والقيامة ويقولون متى هذا الوعد وكنوا صدقين يوم يفر المرء من أخيه فأنا يوثق الله عزه الله هذا اليوم أن في هذا اليوم يوم يفر المرء من أخيه في هذا اليوم يفر المرء وانسلخ من ألصق الناس به يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ألصق الناس به الأخ والأب والأم وأمه وأبيه وصاحبته وبنه صاحبه زوجته شركة الغم التي عاشت معه سنين طوال وصاحبته وبنه وأبناءه ممن كان يفتديهم في الدنيا بدمه وصاحبته وبنه يفر منهم لا يلوي أحد على أحد لكل مئ منهم يومئذ شأن يغني يومئذ يعني يوم يأتي هذا اليوم ودحده في هذه الحادثة شأن يغني كل واحد في شغل شغل لا يلوي أحد ولا يعرف أحد أحدا ولا يسأل حتى مجرد السؤال والله ولا يسأل حميم 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 القريب فيشمل أخه والأبه والأمه والصاحبه والأبناء ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم معناه يبصرونهم معناه يبصروا بعضهم بعضا لماذا لكل مئ منهم يومئذ شأن يغني وجوههم وفي هذا اليوم هنا سينقصم الناس ستعود الصورة على ما بدأت أما من استغنى فأنت لو دصد وما عليك قال لي الزكوة أما من جاءك يسعى ويقشى حيفصلهم هنا أيضا وجوه يومئذ يوم يأتي هذا اليوم ويحدث هذه الحوادث وجوه يومئذ مصفرة مصفرة مستنيرة منيرة ضحكة مستبشرة مستبشرة ومستبشرة بالرحمة الله جل ورحمة ومستبشرة بالقدوم على الله ومستبشرة بردوان الله عز وجل وما أعده الله لها من النعيم المقيم إذا وجوه والتنكير هنا للتفقيم والتعظيم لهؤلاء وجوه يومئذ مصفرة ضحكة مستبشرة يعني لم تؤثر فيه هذه القوارع إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم قال لي وجوه يومئذ مصفرة ضحكة مستبشرة وهذه وجوه المؤمنين المصدقين ووجوه يومئذ عليها غبرة وهذه وجوه الكفرة والفجرة والغبرة هي غبرة الكفر والشرك ظهرت على وجوب كسأت وجوههم سوادا وطرابا لأن هذه الحالة كانوا عليها في الدنيا سواد قلوبهم نعم وجوه يومئذ عليها غبرة تلحقها قطر يعني يخشاها سواد وذلة قطر بمعنى استوادوا معنى الزلة نعم أولئك أصحاب هذه الوجوه هم الكفرة الفجرة كفر الفجرة المكذبون بالوحي والرسالات والنبوات فهذا حال الناس يوم القيام إشارة فقط بلا تفصيل في ذلك أخي برزول هذه السورة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ورارك على عبد ورسوله نبينا المحمد وعلى آل وأصحاب أخي برزولة المترجمات مغادة المترجمات